إلينا من بيروت وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أهلا وسهلا بك معالي الوزير سأبدأ من المعطيات الأخيرة حول عملية الخطف أين هو المواطن السعودي الآن ما المعطيات والتفاصيل حول هذه العملية خصوصا أننا نتابع الكثير من التفاصيل التي ليست محسومة إن ما كانت رسمية أم لا مساء الخير القوى الأمنية ولسيما شابت المعلومات في القوى الأمن الداخلي وكافة القوى الأمنية تتابع منذ البارحة هذا الموضوع هذا الموضوع مهم هذا الموضوع دقيق جدا هذا الموضوع تتابعه القوى الأمنية بكل حرفية ومهنية ويجري التواصل بتبيعة الحال مع السفير السعودي مع معالي السفير وليد البخاري لأجل متابعة الموضوع ولأجل إطلاعه على ما يلزم من تفاصيل وعلى ما تحصل عليه القوى الأمنية نحن علينا متابعة الموضوع هذا الموضوع لا نقبل به هذا الموضوع يمس بعلاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة ولسيما بالمملكة العربية السعودية إن أمن وأمان كافة المقيمين على الأراضي اللبنانية ولسيما المواطنين العرب والمواطنين من مواطني دول الخليج العربي ومواطنين المملكة العربية السعودية هم أشقاء وإن أمنهم وأمانهم مهم جدا للبنان ولعلاقة لبنان بهذه الدول الشقيقة إننا نتابع الموضوع منذ البارحة إننا تابعنا ونتابع الموضوع طوال الليل الماضي وطوال اليوم إننا نتابع حركة الاتصالات نتابع حركة كاميرات وفي كاميرات المراقبة الممتدة في بيروت وفي محيطها وأكثر أبعد من ذلك على الأراضي اللبنانية اسمح لي أن أخذ تفاصيل عن ما توصلتم إليه حتى الساعة أعلم أن هناك بعض التفاصيل أمنيا لا يمكن الحديث عنها ولكن المعطيات بحسب الزملاء في بيروت بأن تم رصد هاتف المختطف بثلاث نقاط تم إرسال منها رسائل بالساعات الماضية من أي منطقة خطف هل فعلا الخاطفين كانوا بزي عسكري وأوهموه بأنهم من القوى الأمنية طالما أنت تقولين أن المعلومات لديك أو لدى الإعلام تقول بأنه تم رصد مكالمات أو رسائل هاتفية من أكثر من منطقة هذا يعني أن هاتف المواطن السعودي يتنقل بين أكثر من منطقة في بيروت وهذا يدل على عمل معين لدى الفاعلين وهذا يستوجب على القوى الأمنية اللبنانية أن تكون على قدر كبير من الحيطة ومن الحذر وأن تتعامل مع الموضوع بدقة بالغة ينبغي لسلامة التحقيق ولسرية التحقيق الواجبة للوصول إلى نتيجة ولسلامة المواطن السعودي طبعا وهي الأهم أن نلتزم بحد معين من سرية التحقيق لجلاء كافة الملابسات طالما كما تقولين أن الفاعلين يتنقلون بالهاتف من منطقة إلى أخرى ضمن بيروت وبالتالي فعلا انتقل وبالتالي ضمن بيروت ومحيط بيروت هل فعلا وصل إلى ظهر البيضر هل ممكن الحديث عن أنه أصبح خارج بيروت لا نحن لا يمكن أن نؤكد مثل هذه المعلومة إنما كاميرات المراقبة تفيدنا بكل التفاصيل من كل مكان في لبنان حتى أنت تقولين أنه تم رصد شيء معين في كاميرا في ظهر البيضر هذا دليل على أن القوى الأمنية تتابع الموضوع بشكل جيد أما ما قلته عن أن الخاطفين يرتدون الزي العسكري فهذه معلومة لا نستطيع أن نؤكدها بل هي لم ترد إلينا بهذه الصورة وإننا نتابع الموضوع بسرية وبدقة وبحرفية وبمهنية وطبعا من واجبنا طالما الموضوع يتعلق بمواطن سعودي أن نحيط السفير السعودي وأن نعمل معا لسلامة المواطن السعودي ولما تهتم به السفارة السعودية ومعالي السفير وليد البخاري شخصيا بما يتعلق بسلامة المواطن السعودي هذا الموضوع هو من واجبنا هذا الموضوع نعم بحسب معطياتنا أعلم بأنك لا تريد أن تدخل بالتفاصيل كثيرا ولكن نحن مضطرين أن نأخذ على الأقل شيء من كل الأخبار التي تخرج لمعرفة دقة هذه الأخبار مصادرنا في بيروت تقول بأن سيارة المواطن السعودي وجدت في البقاع وبالتالي بأن المخطوف تم نقله من بيروت إلى البقاع ومن هنا تم رصد الهاتف بآخر مرة تم فتحه فيها بظهر البيدر هل فعلا وجدت السيارة في البقاع مع التحفظ على المعلومات وعلى أنه يجب أن نحفظ السرية كلا السيارة لم يعثر على السيارة في البقاع ولم يرصد الهاتف في منطقة دهر البيدر هذا غير صحيح هل فعلا طم طلب فدية مالية؟ أما موضوع الفدية المالية فبحسب ما تداولتم في وسائل الإعلام وعلى محطتكم تحديدا إن هذا الموضوع لا نستطيع أن ننفيه وإنما طالما أن المواطن السعودي له أقرباء وله أصدقاء في السعودية وهو مواطن سعودي فمن الطبيعي أنه عند وجود مثل هذه الاتصالات أن يتم إبلاق السفارة السعودية بالأمر هذا موضوع طبيعي أن تعلم السفارة السعودية بموضوع طلب أي مبلغ مالي من ذوي المواطن السعودي وبالتالي تم طلب فدية مالية بالساعات الماضية وبالتالي الهدف من عملية الاختطاف هو عملية ابتزاز مالية إذا صح التعبير نعم أم لا؟ نحن نتابع الموضوع وسيتضح قريبا وجليا الهدف من العملية والمهم بالنسبة إلينا كشف كافة الخيوط والعثور على المواطن السعودي سليما بإذن الله حتى الساعة هل يمكن القول بأن المواطن السعودي بصحة جيدة هو بخير هو بحسب كل الحركة التي رصدتمها بالساعات الماضية وهل فعلا تم رصد هاتفه بالضاحية الجنوبية لبيروت؟ تم رصد الهاتف بأمكنة مختلفة ضمن بيروت وضواحيها وليس في الضاحية الجنوبية لبيروت لم يتم رصد حركة هاتف في الضاحية الجنوبية لبيروت إنما ما يرصد من الهاتف وفي عدة مناطق والتنقل في عدة مناطق يدل على أن المواطن السعودي ما زال بخير ونأمل أن تتمكن القوى الأمنية من أن تجده قريبا خطف نهار السبت بالتحقيقات التي قمتم بها مع إن كان الجيران أو إن كان الأصدقاء بالمنطقة التي يقيم فيها إلى ماذا خلصت حتى الساعة؟ وهل كان أبلغ قبل فترة عن أي تحرك أو أي أحد حاول أن يستدرجوا إلى مكان ما؟ الإختفاء حصل فجر الأحد وإننا نتابع التحقيقات منذ ذلك الحين إن جيرانه في مكان إقامته في عرامون لم يدلوا بأي معلومات تتعلق بأنه قد تعرض لأي تهديد نحن نتابع الموضوع بدقة نحن على اتصال دائم مع سفارة المملكة العربية السعودية ولسيما مع ساعدة السفير مع علي السفير وليد البخاري إن الفاعل سوف يلقى جزاءه لن نترك مثل هذه الجريمة تمر لن نترك موضوع اختفاء مواطن سعودي على الراضي اللبنانية يمر دون حساب الحساب يجب أن يكون جديا وقاسيا ورادعا مع علي الوزير كنت تحدثت بأن هذه العملية ليست بالتفصيل وبأنها تأتي في خضم سياق بشع جدا وهي تؤثر بطريقة كبيرة وتأثير كبير على العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية العربية ماذا ستقومون من تدبير بهذا الإطار خصوصا أن هذه العملية ممكن أن تؤثر أيضا على البحث بالمستقبل عن عملية عودة السياح والزوار العرب إلى بيروت الموضوع يتعلق بالأمن والأمان في لبنان الموضوع يتجاوز مسألة السياحة ويتجاوز مسألة الاستياف إلى الاهتمام بالأمن والأمان لللبنانيين ولكل المقيمين على الأراضي اللبنانية ولسيما منهم الأشقاء العرب وبالأخص الأشقاء السعوديين عمل القوى الأمنية الجيد والدؤوب لكشف التفاصيل ومصداقيتنا لدى الشعب اللبناني ولدى الأشقاء العرب ولسيما الأشقاء السعوديين تؤكد بأن مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تؤثر على علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية وعلى اهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان وبشؤون لبنان فالمملكة العربية السعودية لم تترك لبنان ولن تتركه ونحن لم ننقطع ولم تنقطع علاقتنا بالمملكة العربية السعودية من هنا ومن منطلق واجباتنا وواجبنا نحتم بالموضوع ونتابع الموضوع وسنصل إلى نتيجة ولن نترك هذه الحادثة تمر مرورا سريعا أو تمر دون عقاب مهما كان الأمر شكرا لك وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي على وجودك معنا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات